مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الثالتة 13 اكتوبر كيف بدي يكون يوم الثالتة الامر موجود ببشق العذراء ابتداء من الساعة 5 الصبح توقيت العالم يعني 8 الصبح توقيت بيروت كيف بدي يكون انهارنا البداية مع بشق الحمل مواليد بشق الحمل نهار اليوم نهار يمكن ما يكون بسهولة الاحد والتنين يعني 10 و11 او 11 و12 اكتوبر لانه يوم طويل ومتعب وفي شغل من اول نهار لاخره حاولوا تبلشوا باول نهار بالامور الصعبة وتركوا الامور السهلة لاخر لنهار كونوا حذرين 10 ل13 نيسان ابريل بالنسبة لبرشة الثور يوم جميل لما ولي بشة الثور لانه بيكافئكم بالنتيجة الحلوة الحسنية بالنجاح وبسحر وجاذبية كتير حلوين بتجذبوا الازدهار تعاطف الاخرين والكثير من الايجابيات اليوم نهار ممتاز للمصالحات للتسويات الاكثر حظا كلكن محظوظين كلكن محظوظين اليوم شكل خاص 10 ل17 أيار مايو بالنسبة لبرشة الثور خلال ساعات هذا النهار بيتعب شوي مولو برشة الثور لانه بيستهلك هذا اليوم طاقته وافكاره وطول باله وبالتالي بتحتاجه هذا اليوم الى بعض اللحظات الطويلة من الراحة فقط لاستجمع النفس والطاقة منه يوم سلبي لكن بعض موليد برشة الجوزة يمكن يكون عندهم بعض القصص الشخصية اللي يجب يشتغلوا عليها الاكثر حظا اليوم فيها تكون موليد 12 13 حزيران يونيو بالنسبة لبرشة السرطان اليوم موليد برشة السرطان قادرين انه يتفاعلوا مع محيطهم بطريقة بنائقة وحلوة وتجلب النتائج النتائج الجيدة اليوم موليد برشة السرطان اسكية بحد الزيتهم الافكار يلي بتوصل لهم يلي بيفكروا فيها ناجحة مقنعة جدا ضروري يكون فيهم مشاركة ما تستحوا ما تخافوا حاولوا توصلوا الى حلول احكوا ما تسكتوا تواصلوا جسديا فكريا ما لازم تخطفوا اليوم عن الساحة بتبقى الموليد الاكثر حظا فيها تكون 11 تموز يوليو بنت إلا برش الأسد اليوم موليد برش الأسد من الاشخاص يلي عندهم تنوع بالوسائل يلي بيعتمدوها ليوصلوا الى حلول حلول منصفة وحلول زكية على مختلف الأصعيدي يمكن خاصة من درجة الأولى مناقشات ومفاوضات مالية او غيرها فاليوم برش الأسد اشخاص واعيين اشخاص متشور ناضجين في التعامل مع الأمور فحاولوا تمشوا بهذا الخط الأكثر نشاطا ديناميكية فيها تكون موليد 14 و15 أب أغسطس بنت إلا برش العذراء يلي اليوم الأمار بيبرشون اليوم أولي برش العذراء بعتبركن من الأقوياء جدا 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 يلي مع وجود الأمار بيبرشكن قادرين ومستعدين إنكن تغيروا مساركن مسار الطريق تقدرو اليوم أولي برش العذراء وكأنهم ملهمين بطريقة جديدة بأسلوب جديد بطلم اختلفة وبفكرة غريبة وجديدة جدا تلفط الأنظار تمشوا فيها هناك تفاعل معكم وبالتالي فيكن تقولوا إنه اليوم وحتى يوم غد الأربعاء الأمور عندكم لح تبرم برم بطريقة تطلع لإلكن النتيجة ممتازة فحضروا حالكم هناك تغيرات عم بتدق بابكم أنتوا بتردوها وبتقدرو تمشوا معا الأكثر حظا كلكن محظوظين كلكن بشكل خاص 2-3-4 سبتمبر بنتقل لبش الميزين مواليد بش الميزين اليوم يوم بطيء حان الوقت لا تستريحوا لا مثل ما بنقول باللبناد تنزلوا عن ظهركم شوي تخففوا أعبائكم يوم بطيء بحد ذاته ما رح يعطيكم النتيجة اللي أنتوا بتستحقوها فالمجهود اللي بيكونوا تحطوه اليوم يمكن يطلع يروح سدة دعان فتركوا هالأمور هاي اليوم الخميس أو الجمعة فاليوم نهار تركوه يكون نهار عادي طبيعي طلعوا من بايتكم قبل بوقت تفاديا للعجقة للمشاكل لأعطال طارقة أو لحتى يمكن تجنبوا أي خربطات وليش كمان أهم شي لحتى تطلعوا من بايتكم مرتاحين ضروري من الصبح يكون عصابكم ريئة فيه قبل بوقت حضروا حالكم قبل بوقت طلعوا من بايتكم قبل بوقت توصلوا على شغلكم قبل بوقت إذا راحين على شغلكم أو على عملكم وينما كنتوا ما تستعجلوا حالكم اليوم هو لحتى تكون الخطة شوي أبطأ من غير اليوم ما تاخدوا قرار اليوم وانتبهوا من الخربطات الالتباسات وما تضيعوا غرادكم بنت إلا برش العقرب اليوم مولو برش العقرب يمكن بيطلع بيلكم إنكم تحطوا إيدكم بإيد الآخرين يوم مناسب جدا لحتى يكون فيه صلحة مصالحة لحتى يكون فيه تقارب في وجهة النظر لحتى تساعدوا لحتى المجتمع يساعدكم لحتى تكونوا عم بتشاركوا ميدنيا أو فعليا أو أونلاين تشاركوا وتساهموا في مساعدة المجتمع موليد برش العقرب اليوم هو يوم تتنفسوا فيه السعادة تكتشفوا الأصدقاء من الأصدقاء الأوفية من الأصدقاء الكاذبين والمزيفين اليوم النهار جيد لتتعرفوا وتشاركوا فيه نشاط حتى لو كان أونلاين حتى ولو كان أونلاين بنتقل لبرش القوس اليوم النهار من أهم الأيام بعتبروا بشهر أكتوبر هيك يوم هو يوم يوم بيبين فيه قديش أنت أو أنت بتقري توصلي يمكن مثلا اليوم يكون يوم مقابلة يمكن اليوم يكون نتيجة تحصلوا فيها على نتيجة أنتو عم تبحثوا عنها وناطرينا عم تشتغلولها يوم كتير مهم بتبينوا تحت الأضواء تربحوا أو بتخسروا لكن الجو العام إيجابي فعل أرجح اليوم موالي بش القوس ربحنين كتير ناشحين كتير ومن أقوى الأبراج ما تخافوا خدوا نفس عميق وروحوا على شغلكون وابدأوا انهاركن بالنسبة لبرش الشدي فسحة أمل كتير مهمة موالي بش الشدي اليوم أنتو كمان من الأشخاص لمهمة جدا يعني أنتو وموالي بش القوس عم تتنفسوا على المركز الأعلى موالي بش الشدي تقدموا تقدموا بخطوات كبيرة ولا يهمكن موالي بش الشدي خاصة إذا عاملين شغلكون مسبقا أنتم اليوم على باب على مفترق طريق للأفضل للأحلى للأعلى ما تخافوا من شي ما تستسلموا كونوا وسئين من حالكن كونوا واعيين كونوا منطقيين كونوا إيجابيين بالتعامل مع الآخرين حتى ولو ما كانوا عم بيفهموكن كليا وعلى أرجح في ناس يمكن أصدا عمدا يعني ما رح يفهموكن فطولوا بالكن ومشوا معن وبتوصلوا إلى شط الأمان بنت إلا برشدالو اليوم مواليد برشدالو عم بيحاولوا يرجعوا يردوا المياه لمجرها طبيعي تعبوا يمكن الأحد والاثنين فاليوم النهار مناسب لحتى مولوب برشدالو مولوب برشدالو وترجعوا توقفوا عجريكم وتثبتوا أنوا أنتوا ما تضيقتوا ما صالكن شي ما تراجعتوا ما تأثرتوا فاليوم مواليد برشدالو من الأشخاص من الأبراج القديرة الواعية المهمة لكن نصيحة لازم من المستحسن يكون إلى جانبكم شخص بيفهم بيعرف بالتفاصيل وبالقوانين قوانين اللعبة فما طنشوا وتقولوا لا أنا بعرف لا ما فيه شي الورقة استفهموا استفهموا لأنه في أمور صارت سهوان يمكن ما رح قول عمدا الأحد والتنين يلي أنتو بحاجة أنكن تداركوا كمل مع برش الحوت موالي برش الحوت الإزعاج يلي بتشعروا فيه يمكن يكون مقصود أو يمكن يكون مش مقصود لبابكن تحاولوا أنكن تاخدوا الأمور إش أنه بيمزح أنه الشخصي اللي عم بيأزيكن اليوم يمكن ما يكون عم بيمزح أو يمكن تكون مقصودة فأنتو شغلتكن اليوم تكونوا شاطرين تداركوا الأمور وطنشوا عنا ومثل ما تفوت منهم تطلع من هون يعني تعملوا حالكن ما تأزيتوا فأسوا جلكون اليوم وبيمشي الحال يوم جيد لبقسة به خاصة إذا لازم تتركوا انطباع جيد عن الآخرين ضروري اليوم تكونوا خليين البسم مع وش وموضوعيين جدا العواطف اليوم ما لازم تلعب دورة بختم مع مولود اليوم بقلوا لمولود اليوم انه بانتظار سنة بدون ينشغل فيها هيدا السنة على ترتيب الأولويات الذاتية المصلحة الذاتية الصحة النفسية يمكن بحاجة لترتيب أوضاع أولويات الحالية بتكون تفكروا بينكم وبين حال هيدا السنة لإعادة تقييم الوضع لحتى تبلشوا السنة بطريقة مرتبة طبعا الترتيبات والتغييرات رح تيخد وقت ما بد مش فجأة الإنسان بيقلوا بحياته رأسا على عقب فشوي شوي هيدا السنة بتكون تشتغلوا فيها على تقوية الموقع العلاقة الدراسي ويمكن الموقع المهني هيدا السنة بتساعدكن وفيه احتمال انه تحصلوا على الكثير من المكافآت لسيما في شهر شهر الحالي شهر نوفمبر شهر شباط فبراير عدار مارس حزيران يونيو وآب آسطس بتتمنى لكم نهار سعيد إلى اللقاء باي باي